طلاب الصف الخامس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننتقل لدرسة الثالثة من الوحدة الرابعة ودرسنا بعنوان الزمن عندي وحدات مهمة جداً وبنتخدمها كتير في حياتنا اليومية لازم الطالب فينا يحفظها ويعرف يحول بيناتها فلما بسألك الزمن هايخطر بالك أكثر من وحدة بنستخدمها في حياتنا أكبر وحدة بنستخدمها في حياتنا لقياس الزمن هي السنة رح ننطلق من الأكبر إلى الأصغر سنة يوم طبعاً في بيناتهم شهر وأسبوع بس أنا هاي الوحدات اللي أنا بيأطيك إياها وبدأ إياك تحول بيناتها ساعة دقيقة وثانية هاي الوحدات مطلوبة منك في درسنا اليوم مطلوب منك إنك تحول من كبير لصغير السنة كم يوم السنة كم يوم السنة يا أمي 365 يوم يعني بدي أضرب في 365 هلأ السنة ماما إحنا بنحكي عن هيير وممكن يكون رمز لك فيها بالرمز وي بس أو الحرف وي اليوم إحنا بنحكي عنه دين إذا نستنى الواحدة بتساوي 365 يوم اليوم اليوم كم ساعة اليوم يا أمي 24 ساعة والساعة هي أور أتش يامي بكون حاط لك ياها أور أتش أو يو أر يامي بختصر لك ياها فقط بالرمز إيش بالرمز أتش من ساعة لدقيقة الساعة تساوي 60 دقيقة والدقيقة هي منت وبكون مختصر لك ياها م آي إن إذا حبيت تكمل كلمة منت هيها والاختصار بيكون فقط بأول ثلاث حروف الاختصار بيكون بحرف الـ H وهون إذا اختصرها بيختصرها بحرف الـ Y الـ D بكتبها كاملة من دقيقة لثانية بدي أضرب في 60 والثانية وإحنا بناخد فقط حرف الـ S إن شاء الله أني أكون لفظ تصر إذا من سنة إلى يوم بضرب بـ 365 من يوم لساعة بضرب بـ 24 من ساعة لدقيقة بضرب بـ 60 ومن دقيقة لثانية بضرب بـ 60 هذا لما أحول من كبير لصغير العكس تماما لما بحول من صغير لكبير من ثانية لدقيقة بقسمع 60 من دقيقة لساعة بقسمع 60 من ساعة ليوم بقسمع 24 ومن يوم لسنة بقسمع 365 وخمسة وستين دلت مية وخمسة وستين كيف ممكن يجيني السؤال؟ في عندي في كتاب الطالب سؤال كاتب لك ياك التالي واحد تماني وتمانين اتش يعني تماني وتمانين ساعة يساوي فراغ دي كم يوم؟ طيب ممكن يضل عندي ساعات وكان ساعة بكل سهولة بروح بحكي من يوم من ساعة ليوم من ساعة ليوم بدي أقسم على 24 فهذا يعني اني بدي أقسم الثمانية وتمانين على أربعة وعشرين تمام ماما؟ لو شغلت بخي شوي 24 يوم واحد 24 و 24 48 يومين و 24 72 تلتة ايام لو بدي أوصل لأرابع يوم بتصير 96 فال88 فيها ثلاثة أربعة وعشرينات 3 ضرب 24 72 بطرح 16 إذن شو بطلع عندي الجواب ماما؟ بطلع عندي الثمانية وتمانين ساعة تساوي ثلاثة أيام كاملة اللي هي 24 و 24 و 24 اللي طلعت عندي 72 كم تبقى عندي 16 هذا العدد المتبقي بحطه هون ولو بدي أتحقق بمخي ثلاثة أيام يعني 72 ساعة زائد 16 يعني 88 ساعة تمام ماما؟ في طالب ما عرف إحل بهاي الطريقة بروح بيغطي على الأحد وعلى الأحد وبسأل حاله الثمانية كم اتنين فيها فيها أربعة الأربعة ما رح تزبط رح ناخد الثلاث ليه الأربعة ما رح تزبط؟ لو ضربت أربعة بأربعة وعشرين رح تطلع عندي 6 وكسين والفصل الأول كنا نعلمكم تكتب مضاعفات الأربعة وعشرين هيني كتبته أخذت المضاعفة الثالث ضربت قصيتها رح تطلع عندي الباقي عبيت الفراغات الموجودة عندي سؤال بعده أو سؤال آخر ممكن يحكي لي سبعمية وخمسة وعشرين ثانية تساوي فراغ دقيقة فاصلة فراغ ثانية هلا أنا بعرف أنه من ثانية لدقيقة بدي أقسم على ستين فبأخذ ياماس السبعمية وخمسة وعشرين بروح أقسمها على ستين بابلش من السبعة سبعة كم ستين فيها ما فيها بأخذ 72 طبعا أنا بكون عارف الدقيقة الواحدة ستين الدقيقتين مئة وعشرين الثلاث دقائق مئة وثمانين طب معناته الاثنين وسبعين كم ستين فيها فيها ستين واحدة واحد ضرب ستين ستين 72 ناقص 60 12 بنزل الخمسة 125 كم 60 فيها فيها 62 2 ضرب 60 120 ويظل عندي الباقي شو هو 5 إذن ماما أنا عندي الجواب 12 صحيح 12 و 5 دقائق 12 5 ثواني 12 دقيقة و 5 ثواني 12 دقيقة لو بدي أضربها ب60 حتطلع عندي 720 زائد 5 ثواني هي 725 تعالوا ناخد كمع السؤال مثلا لو أعطاني يا أمي 100 اللهم أصلي على سيدنا محمد 100 و 5 90 ثانية تساوي فراغ دقيقة و فراغ ثانية نفسي إيش رح أعمله من ثانية لدقيقة بأخذ 195 و بروح بقسمها على 60 وبتذكر هون هلا 19 ما بتزبط بأخذ 195 كاملة هي في عندي 180 معناته هون 3 3 في 0 3 في 6 18 شو بيضل عندي 15 و إذا الطالب استخدم طريقتي بالتخباية بغطي على الأحد و بغطي على الأحد و أسأل حالة 19 كم 6 فيها 3 3 في 0 3 في 6 18 الباقي 15 إذن المية و خمسة و تسعين ثانية هي عبارة عن 3 دقائق و خمسة عشر ثانية 3 في 60 مية و تمانين زائد خمسة عشر مية و خمسة و تسعين لو حكيت لك يا أمي اللهم صلي على سيدنا محمد سبعمية و ستة و خمسين يوم اللي هي دي يساوي فراغ هي فاصلة فراغ دي كم سنة و كم بزيد أيام هلا سبعمية و ستة و خمسين بدي أقسمها على 365 لأنه من يوم لسنة بدي أقسمها 365 هلا السنة الوحدة فيها 365 طب السنتين كم فيها بروح أحسب هون 365 ضرب 2 هي عشرة هي 12 هي 13 هي 6 هي 7 يعني السنتين فيها 730 يوم 730 طيب شو بحط هون بحط هون بحط هون 2 730 كم بزيد باقي 26 إذن سنتين و 26 يوم بدي أكون مرن في التعامل مع هاي الوحدات وأكون عندي ثقة بنفسي وأعرف كيف أحول لأنه في هذا الدرس هاي فقط المهارات المطلوبة منك هل يتبعي رح ناخد كمان مجموعة من الأسئلة حتى الركن المعلومة عندك بطريقة سليمة ممكن تسأل يا خامس لا يمس كل المسائل اللي أعطتينيها أنا عم بقسم فيها ممكن أجيب لك سؤال بتضرب كيف؟ أحكي لك مثلا ثمن سنوات ثمن سنوات اللي هي أو هي المفروض يساوي فراغ د طب بسألك الثمن سنوات كم يوم؟ بكل سهولة شو بتعمل؟ بتروح بتحكي لي يا ميس السنة الوحدة 365 يوم بروح بضرب 365 بدي أضربها بـ 8 هاي 40 48 و 4 52 24 و 5 29 شو بتطلع عندي الجواب؟ 2920 إذن 2920 تمام؟ ممكن أسألك ماما الأربع ساعات الأربع ساعات الأربع إتش يساوي فراغ أو دقيقة اللي هي منت الأربع ساعات كم دقيقة؟ بروح بكل سهولة الساعة كم دقيقة؟ 60 لاحظ أنا بحول من كبير لصغير فبروح أضرب 4 ضرب 60 بنزل الصفر 6 بـ 4 24 يعني الجواب هيكون 240 مثلا يا عيوني لو سألتك مثلا يا عيوني لو سألتك اللهم صلى أسيدنا محمد الأربع أيام أيام اللي هي دي كم ساعة؟ بكل سهولة بتذكر إنه لدي 24 ساعة فبروح أضرب 4 ضرب 24 4 بـ 4 16 4 في 2 8 1 9 إذن 96 إذن مو شارف لما أحول وحدات قياس الزمن إني أقسم حسب إحنا كل اللي أعطاني لهم هون كان ضالب مني أحول من ساعة ليوم من ساعة ليوم قسمت كان ضالب مني أحول من ثانية لدقيقة قسمت من ثانية لدقيقة ومن يوم إلى سنة نأخذ كمان أكمل مثال على هاي الفكرة عشان ندعمها أكثر مثلا لو حكا لي يا ميس 256 منت يساوي فراغ أور فاصلة فراغ مينت يعني أنا عندي 256 دقيقة كم ساعة أنا بعرف إنه الساعة 60 دقيقة لما بحول من دقيقة لساعة بدي أقسم على 60 فهون بدي أقسم على 60 بأخذها بروح أقسمها قسمة طويلة 256 على 60 أنا وإنتوا بنعرف إنه الساعة الوحدة 60 الساعتين 120 الثلاث ساعات 180 الأربع ساعات 240 وكأني بوضع مضاعفات المقسوم عليه ببدأ من الـ 62 على الستين ما بتقسم 25 على الستين ما بتقسم بأخذ الميتة عن الـ 56 بعرف إنه فيها أربع أربع في صفر صفر أربع بستة أربع وعشرين تبقى عندي 16 أو بستخدم نص طريقتي بغطع الأحاد وبغطع الأحاد وبسأل حاري 25 كم ستة فيها؟ أربع قسمات بضرب ضربات بطرح ضل عندي الباقي 16 إذن الـ 256 دقيقة عبارة عن أربع ساعات هو 16 دقيقة والأربع ساعات 240 240 زائد 16 256 50 مثلاً يا عيوني لو أعطيتك اللهم أصلي على سيدنا محمد في عندك بكتاب التمارين طالب منك تحول الميتين ساعة الميتين ساعة بدك تحولها إلى أيام إلى دي فاصلة ساعات الميتين بدي أحول من ساعة إلى يوم فبدي أقسمها على 24 هلأ خلينا نذكر الـ 24 عندي 24 48 72 96 لاحظوني ما وصلت لعندي الميتين 120 144 168 192 تمام؟ هلأ 200 تقسيم 24 لو وقفت عند المية واثنين 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 لأني قربت من الميتين فبحكي حالي الميتين كم 24 فيها؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 4 32 8 6 3 9 8 8 8 8 200 192 9 9 9 9 10 10 10 10 9 10 ستين. تمانين على ستين بواحد. واحد بستين ستين. هي صفر. هي اتنين. ميتين على ستين بتلات. تلاتة في ستين. اللهم صلي على سيدنا محمد مية وتمانين. الباقي عشر. اذا يا امي هيكون عندي تلات عشر ساعة وعشرين دقيقة. تمام امامة? تلات عشر ساعة وعشرين دقيقة. خلينا نتحقق. اللهم صلي على سيدة محمد. تمانين على ستة بواحد. على ستين بواحد. واحد بستين ستين. هي عشرين. ميتين على ستين بتلات. تلاتة بستين مية وتمانين. فبتصير عشرين. طب سؤال. لو راح طالب زي ما احق منه. شطب الصفر مع الصفر. تمانين على ستة. تمانين على ستة. واحد ستة. نين صفر. عشرين على ستة. فيها بتلات. تلاتة بستة تمنطعش. رح يصير عندي عدد دوري ماما. طيب. اعيد هون الفكرة. ما في داعي. ما بسيء. او ما في داعي اني اقسم. اقشيل صفر مع صفر. خليني اقسمها قسمة طويلة. حلا لو اجد انا اتحقق من حلي. طلات عشر بدي اضربها في ستين. بنزل الصفر. تلاتة في ستة طمنطعش. تلاتة اه ستة في واحد ستة وواحد سبعة. بالضبط. اجمع لها عشرين. برافو. برافو. تطلع عندي ثمان مية. حلي صح مية بالمية. اذا بكرر ما بصير اشيل صفر مع صفر. بقسم الثمان مية على ستين قسمة طويلة. وبهيك يا امي بنهي انا وياكم الافكار المطلوبة منكم بهذا الدرس. ركزوا. ما شاء الله تعالى امركم ميسرة. يعطيكو اشتركوا في القناة.